مساء الخير اليوم وصفتنا رغوة الكاباتينو المنزلية او رغوة النسكافي في البداية بحتاج الى كاسة من النسكافي سريعة الدوابان وبحتاج الى كاسة من السكر وبضيف كاسة من المية بدرجة حرارة الغرفة ولازم كل المكونات تكون نفس الكاسة بخلط المكونات راح اضرب المكونات حتى يتكون عنا قوام كريمي هستخدم المضرب الكهرباء اليدوي ومدة الضرب من 5 دقايق الى 7 دقايق حسب نوع المضرب والسرعة بفضي رغوة الكاباتينو في علبة وبحفظها في التلاجة لمدة 5 ايام ولمدة 10 ايام في الفريزر لازم العلبة تكون محكمة الاغلاق وما يدخلها هوا ولتحضير كاسة من النسكافي بضيف ملعكتين من رغوة الكاباتينو وبصوب عليها الحليب الساخن وبقلب الحليب مع الرغوة بهذا الشكل شايفين كيف القوام وبزينه بالكاكاو ولتجهيز المشروب البارد بضيف مقعبات من التلج وحليب بارد وبضيف رغوة النسكافي على الوجه بزين الكاسة بالايس كريم والكاكاو